أهلاً وسهلاً بالجميع وش حوالكم؟ نتمنى تكونوا كامل في تمام الصحة والعافية مرحباً بكم مع مانال في قناتكم استشارات صحية وتجميلية اللي فيها كل ما يخص الجمال والعناية بالنفس وكل منتجات البشرة اللي متواجدة في الصيدليات ولكوسميتيك وكل كل ما يخص الجمال تجدونه هنا في قناتكم استشارات صحية وتجميلية إذن اليوم إن شاء الله رح نتكلموا على وحد الأدات متواجدة في الكوسميتيك في الصيدليات أدات صغيرة تستعملها في روتينك للعناية بالبشرة رح تحقق لك فوائد عظيمة جداً إلى اجتجاعي تسبقات الجلدية المسامة المفتوحة نظارة البشرة وكل المشاكل الجلدية قبل ما نبدأوا موضوعنا لنهار اليوم إذا كانت هذه أول مرة تشوفوا فيها قناتي أدعوكم للاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد مفيد إن شاء الله والدعم بالجام واللايك والإعجاب باش هذا الفيديو توصل أكبر عدد من الناس هذه لمية وهذه سعاد جارتين الباب للباب سعاد من اللي تفتح عينيها وهي مع شغل الدار الفطور لغضاء لعشاء وكل يوم نفس الخدمة ونفس الحال عند لمية في زوج ربات بيوت ومسؤوليات يومية لا تنتهي لكن سعاد كل النهار يفوت عليها تهمل نفسها أكثر وأكثر وزنها يزيد شعرها يطيح كل يوم يزيدوا يدهروا لها تجاعد جديدة وفي الأخير حست باللي قطار العمر يفوت وهي مهملة روحها ومهملة حياتها لمية العكس قايمة بدرها وفي نفس الوقت ما رهيش هاملة نفسها كل حاجة في بلاستها كما درها عندها حق عليها حتى صحتها وزينها عندهم حق عليها لكن وشنه هو الفرق بين سعاد ولمية وباش تكوني كيمة لمية نقترح عليكم دورة تدريبية لمدة شهر كامل مع منال أخصائية تجميل طبي اللي رايحة تقدم لكم خدمات تخص جمال البشرة الشعر والجسم ومريومة استشارية التغذية اللي رايحة تقدم لكم ريديمات صحية لفقدان الوزن والحصول على جسم مثالي رايحة تتعلم كيف تشتها الله في زينك ورشاقتك بلا ما تكلفي نفسك للمهتمات أرسلنا رسالة نصية عبر البيبر والواتساب أو رسالة نصية عبر الاسمس على هذا الرقم بتوفير إذن وشنه هي الدرما رولر هي أداة تشبه البكرة في الشكل انتاعها خارجين منها نهايات ولا أسنان هذوك الأسنان نمشيوهم على الجلد انتاعنا رايحين جايين هكا بطريقة الأمام والخلف والمبدأ انتاعها انه تدير لساعات خفيفة قادرة تجرح لك البشرة انتاعك لكن هذوك الجروح يكونوا سطحيين وهذا على جال باش تعمل إشارة للجلد انتاعك باش يحفز خلايا الجلد لتشكيل خلايا جديدة وكذلك يحفز تشكيل الكولاجين والكولاجين وما أدرك ما الكولاجين وفوائده العظيمة للبشرة يعني هذا هو المبدأ انتاعنا وهذا هو الهدف انتاعنا هو تحفيز الكولاجين وتجديد خلايا الجلد باش نلقاوا نتائج رائعة من هاد الأداة الصغيرة إذن السؤال اللي تطرحوه علي يا دركة وشنه هي الفيضة انتاعها يعني وشنه الفيضة انتاع الدرما رولر لما نشروها بواها رايحة تنفعنا إذن شوفوا معايا أول فيضة هي أنه تقضي على الآثار بأنواعها ما من القديمة آثار حروق، بقعب النية، آثار حب الشباب وحتى الحفر اللي تكون في البشرة ثانيا، الدرما رولر تعمل على تضييق المسامات الواسعة ليعانيه منها خاصة صاحبات البشرة الدهنية كذلك راح تمدلك النظارة هيلة للبشرة انتاعك وتخليها صافية خالية من العيوب إذا عندك تجايد في البشرة انتاعك الدرما رولر راح تساعدك بالبزة في إزالة الخطوط الرفعة هديك وتخفيف التجايد العميقة بشكل كبير تقدري تستعمليها أيضا لتفتيح وتوريد الشفاه انتاعك أيضا تقدري تستعمليها باش تفتحي منطقة تحت العينين من الهالات السوداء وكذلك لإزالة الخطوط الرفعة لتحت العينين هي مشي لازم تحطي الآذات في منطقة تحت العينين مباشرة لا لا بالقرب من منطقة تحت العينين جوزيها باش تلقاي المنافع انتاعها لمنطقة تحت العينين الناس كذلك اللي تعاني من تساقط الشعر الدرما رولر تقدروا تستعملوها في تخلص من مشكلة تساقط الشعر وفيها فويد كثيرة كذلك للشعر الدرما رولر كذلك تعتبر حل فعال لعلامات تمدد الجلد بنوعيها البيضاء و الحمراء ناس بزاف عفوا سبزابزابزابزاب جبذل تعاليق ومشاركات كثيرات عن كيفية إزالة خطوط البيضاء و الحمراء وأنا لم يكنتش نصحهم بالكريمات لأن الكريمات معظمها عليها دعايات فقط بدون فعالة أما الدرما رولر تقدر من مسؤول من المشكلة بنسبة كبيرة مش رح تنحيها التي نهائ Vinwan ولكن تحصلًك من مظهر الجلد انتاعك كذلك تقدري تستعملي الدرما رولر باش تحسني مظهر الجلد نتاعك الجسم نتاعك طرطبيه بصفة عامة والناس اللي تعاني من السيلوليت اللي يظهر عنده بعض النساء الدرما رولر رايحة تقضيلك عليه إذا دومتيها وعملتي جلسات كثيرة أخيرا الدرما رولر رايحة تخليك تستفادي من الكريمات والسيرومات اللي تطبقيها على البشرة نتاعك بالنسبة كبيرة يعني اللي تستفادي من الكريم أو السيروم بنسبة 40% رايحة تستفادي منه بنسبة 90% لهذا حطي الكريم من تاعك بعد استعمالها مباشرة كيفاش نستعمله الدرما رولر أول حاجة تعمليها هي أنه تغسلي الوجه من تاعك مليح مليح وتنشفيه بعدها تعقميه بالالكول تجيبي الالكول وتحطيه في القطن وتجوزي بيها بالقطنة هديك على وجهك في جميع مناطق الوجه أو الجسم هكذا باش نضمنه تعقيم مليح للبشرة نتاعنا وباش تخلينا نمنع البكتيريا من الدخول إلى داخل الجلد ومن إلحاق الضرر بالجلد انتاعنا يعني مثلا إذا كانت البشرة نتاعك وللوجه نتاعك غير نظيف البكتيريا هديك اللي راح تدخل عبر الجروح هديك اللي راح تسببها لك درما رولر راح تسبب لك مشاكل كثيرة لهذا مرحلة التعقيم مرحلة جد 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 مهمة واش نعملو كذلك؟ من بعد نستعملو الدرما رولر على مناطق الوجه انتاعنا يعني نقسمو مناطق الوجه انتاعنا باش نعرفو كيفاش نخدمو بها مثلا الجبهة منطقة الدقن منطقة الخد الايمن منطقة الخد الايسر منطقة ونجوزوها على بشرتنا رايحة جاية مثلا عشر مرات رايحة وعشر مرات جاية الصور والفيديوهات وضح لكم طريقة الاستعمال انتاعها بعد ما تنتهي من الجلسة انتاعك حطي زيوت او كريمات على البشرة انتاعك باش تسفادي من هذوك الزيوت والكريمات الزيوت مثل زيت الجوجوبا زيت الاراغان زيت جوز الحند زبدة الشيا وما ادرك ما زبدة الشيا وفوائلها العظيمة ومفيدة جدا او اي كريمات مرطبة تستعملوها يوميا وترتاخلها ايضا الناس اللي عندها كريمات لازالة اثارها بالشباب مثلا اضرب لكم مثال بكريم ميبو لا اضرب لكم مثال بكريم ميبو لانه كريم طبيعي وفعال تقدروا تستعمله مباشرة بعد ما تستعملوا الذيرما رولر باش تلقاوا نتيجة مليحة بزبزف منه وكذلك كريم ميبو تقدروا تحطوه كمرطب لانه مكوناته هي عسل هي الكاكاو او زبدة الكاكاو لسانسيال مكونات طبيعية كثيرة وكذلك كما قلت لكم تقدروا تستعملوا السيرومات مثل السيروم الفيتامين سي او الفيتامين او باش تلقاوا نتائج رائعة وفعالة على البشرة نتاعكم اخيرا بالنسبة للدرما رولر السنون هذوك اللي خارجين منها كما قلت لكم يكون الاختلاف بينتهم على حسب الطول نتاعهم بحيث ان الطول نتاعهم يتراوح من 0.5 ميلي متر الى 1 ميلي متر وكان حتى 1.5 يعني 1.5 ميلي متر وهي اللي تكون عميقة وهي ايضا اللي نسفادوا منها اكثر واكيد كل ما زاد الطول تعسنون هذيك كل ما تعمقت بزاف البشرة نتاعنا ودارت جروح اعمق وكل ما نسفادوا منها اكثر والجلد انتاعنا يجدد الخلايا انتاعوا ويحفز الكولاجين اكثر بالنسبة لين تلقاوا الدرما رولر تلقاوها في الكوسميتيكراهيم توفرة تلقاوها كذلك في مواقع يبيعوا هذا النوع من المنتجات لانه مبقاتش غير متوفرة كما الاعوام السابقة الى هنا نكون وكملنا فيديونا لنهار اليوم لانتمنى يكون لرضاكم واعجبكم تلقاوا ان شاء الله في ساعة الخير مع السلامة اشتركوا في القناة